من أجل هذا أحبائي الله بيقبلك وبيقبلك مثل ما أنت واحد من الآيات اللي فعلا بتعزيني لما المرنم في مزمور 27 بيقول إن أبي وأمي قد تركاني والرب لكن الرب فيه رب يضمني يعني يقبلني يحتويني يستلمني يقبلني مثل ما أنا الرب بيقبلك سامحوني بيقبلنا في أرفنا في عيوبنا في خطيانا أوعك تفكر أنك أنت كامل ولا أنا كامل لا كلنا محتاجين نعمة الرب إحنا مليانين عيوب مليانين خطايا كل الخطايا اللي بيتكلم عنها يسوع من الأفكار تخرج أفكار شريرة من القلب تخرج أفكار شريرة زينة فسق عهارة قتل خصام حسد وإلى آخره كل هذه الخطايا بتخرج من القلب يا على القلب لمشوه القلب الملوث القلب هذا العلاج لا يتم إلا عن طريق يسوع المسيح اللي قبلك واقبلني لمجد الله من أجل هذا أحبائي الله بيطالب أنه يعني أصل لدرجة أن أكون حسن أمام الله أكون صالح أمام الله الله بيحبني الله قبلني الله اختارني بعيوب بزنوبه لكن الله بيكره الخطيئة ولازم يعاقب الخطيئة لأن الخطيئة هي الضد الله من أجل هذا أنا أدعوك أنك تأتي إلى الرب من خلال يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر